مرحبا و اهلا بكم معي بالقناة مرة تانية بفيديو اليوم رح اعمل وصفة كتير سهلة وطيبة رح اعمل الوافلز مكوناتها كتير بسيطة وحتى طريقة التحضير سهلة كتير وبتطلع كتير طيبة مثل العادة المكونات كلها والمقادية رح تكون مكتوبة بالتفصيل باسفل الفيديو بصندوق الوصف ما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا ما تكون مش مشتركين وتتابعوني على السوشال ميديا هلا خلينا نبلش رح احتاج لحليب زبدة دايبة شوية من الطحين في عندي هون كمان البايكينج باودر والبايكينج سودا رح احتاج كمان نشا بيضة وشوية من السكر ولانك ها اكيد رح استخدم الفانيلا السائلة بنسبة لطريقة التحضير سهلة كتير رح ابدأ بخلط المواد الجافة مع بعض فمتل ما عم بتشوفوا هون وضعت لطحين مع البايكينج باودر والبايكينج سودا والنشا كمان رشت عليهم شوية من الملح بحرقهم بشكل بسيط وبنتقل لبقية المكونات في عندي وعاء هون وضعت فيه بيضة بعدها ندفت عليه السكر الفانيلا السائلة وبخفو كتير منيح لحطة كل هالمكونات جانس مع بعضها منيح بعد هيك رح اضيف الزبدة الدايبة ممكن استبدال الزبدة بزيت النباتة كمان رح اضيف الحليب السائل وبكمل خفق كتير منيح بهالمرحلة انا رح اضيف المواد الجافة على المواد السائلة ورح ابدأ اخفق كل هالمكونات مع بعضها بلحر حرك كتير منيح لحطة اللطحين عندي يختفي ويبطل في عندي تكتولات بالخليط والمزيج اللي لازم احصل عليه هو مزيج ناعم ملمس وناعم كتير بيشبه خليط البانكيك فالمزيج هوني صار مالس وكتير منيح وجاهز لاني اطبخه رح اسخدم اليوم انا مقلية الوافلز يلي هي بتكون عادية يعني بحطها على الغاز بشتغل فيها انا لازم حميها من الجهة تانية يعني هلأ في بعض قطعة تانية عم تتحمى رح اوضع كوب من خليط الوافلز ورح اسكر عليها بالقطعة التانية بعدين رح عليها تنطبخ حوالي 3 دقايه ل 4 دقايه يعني حسب التعليمات يلي بتجي مع مقلية الوافل وكل هالتعليمات ومدة الطبخ بتختلف من مقلية لمقلية او حتى ازا عم تستخدموا القالي الكهربائيه كمان بتختلف من قالي لقالي من نوعيه لنوعيه فانا مرح اقلكم نلتزموا بالوقت اللي انا عم قولوا او الوقت اللي انا اخد معي لازم تلتزموا بالوقت يلي بيجي مع القالي يلي عم تستخدموها بنسبه للي كان مكتوب على العلبة اني اطبخها على اول جهه دي اتاني وعلى تاني جهه دي واحده بس ابدا ما اخدت معي هالوقت اخدت معي اكتر بكتير يعني حوالي 3 الاربع دقايه على كل جهه لاحظ ما تستوي تتحمر فهوني انا رح اقلب على الجهه التاني وخليها بعد لكم دقيقه لحتى تستوي وتتحمر وهيدي النتيجة اللي حصلت عليها شوف اللون كتير حلو صح يمكن كان لازم نزيد شوية من الخلطة متل ما لاحظتو في عندي شوية فراغات على الزوايا بس مش مشكله رح شيلها من المقلي وكمان رح اضعها على شبكة لحتى تبرد شوي قبل التقديم بنسبه لتقديم الوافلز فيكن تقدموهم هاكي يعني كقطع كبيرة او تقسموهم على اربع قطع اربع ترباع وطبعا حط عليها الزبدة سوس الشوكولات سوس الكرامل العسل قدموها مع الفوك الطازة مع الميبل سيروب اللي هو بشرب القيقب بتطلع كتير كتير طيبة النشا يلي حطيتو بالخليط اعطاني هيكي ارمشة من بره بس بنفس الوقت بقي طريي وكتير كتير طيبة من جوه بتمنى تجربوا الوصفة كتير طيبة وان شاء الله رح تعجبكن فهذا كان كل شي لفيديو اليوم بتمنى تكونوا حبيتو الوصفة ما تنسو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة اذا بعض كون مش مشتركين وتشوفوا بقيت الفيديوهات وان شاء الله بشوفكن بفيديو تاني مع الف سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر